مكان في المملكة العربية السعودية نهانا النبي عن زيارته مش بست إحنا ده حتى الصحابة كمان أثناء ما كانوا بيمروا على المكان ده في إحدى الغزوات طلب منهم النبي إنه هم يسرعوا علشان يعدوا المنطقة دي فيترى المكان ده حصل فيه إيه خل النبي يأمرنا بالابتعاد عنه الغريب كمان إن المكان ده فيه معالم أسرية مهمة جدا في المملكة العربية السعودية فإيه الحكاية بالضبط في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحديدا في محافظة العلا اللي تبعى للمدينة المنورة في منطقة أو مدينة صغيرة كده اسمها مدائن صالح لو رحت هناك وقفت أقصاد الجبال الرملية الموجودة وركزت في شكل المدينة من برا هتعرف قد إيه المنطقة دي بتحكي عن روايات وأحداث العصور استحيقة بس مدائن صالح دي رغم إن طبيعتها جميلة جدا وممكن تخطف أي حد يدخلها من روعتها إلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة إنهم يعودوا فيها ولو لفترة وسيارة وفي رواية تانية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بيقول إن أثناء غزو التبو كان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع مع الصحابة والجيش ومروا من عند منطقة مدائن صالح ساعتها الصحابة والجيش دخلوا المنطقة وطلعوا ميا من البير وعجن العجين علشان يكلوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إنهم يخرجوا من المكان ده بسرعة جدا وكمان يرموا الميا اللي جابوها من البير والعجين اللي عجنوا يعلفوا به القبل وده لأن المنطقة دي هي مدينة الحجر مدينة الحجر اللي مذكورة في القرآن الكريم وكانت هي منطقة قوم سمود واللي نزل عليهم عذاب ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من إن يصبهم اللي أصاب قوم سمود من العذاب علشان كده أمرهم إنهم يخرجوا من المكان ده فأسرع وقت ممكن رغم طبعا إن الرواية اللي قلناها مشهورة جدا إلا إن الرواية بتختلف طبعا بين العلماء وده لأن في بعض الأراء اللي بتقول إن منطقة مدين صالح دي مش هي نفسها مدينة الحجر اللي عايش فيها قوم سمود وإن الرواية مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة والجيش حصلت في مكان تاني غير مدين صالح اللي هو طبعا مدينة الحجر الحقيقية وأصحاب الرأي ده أغلبهم من علماء الأصار والجولوجيا وده لأنهم بعد دراسة التربة والأراضي بتاعة مدين صالح توصلوا لنتيجة صادمة جدا وهي إن المنطقة دي ما حصلش فيها أي زلزال قوي من آلاف السنين وده معناه بقى إن مش دي المنطقة اللي شهدت عذاب قوم سمود وبالتالي مش هو المكان اللي عايشوا فيه لكن كان الرد على الرأي ده بإن قوم سمود هلكوا بالصيحة والرياح وإن العذاب ما كانش فيه زلزال تماما والرأفة اللي حصلت تحت أقدام قوم سمود كانت جزء من عذاب ربنا سبحانه وتعالى ملوش علاقة تماما بعلوم الأرض حتى لو كان حصل هزة أرضية تحت أقدام قوم سمود فالحقيقة ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يعملها ولما ينتهي العذاب ما يبينش فيها أي أثر تماما في أي وقت من الأوقات وبالتالي أغلب الظن إن مدائن صالح هي نفسها مدينة الحجر اللي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تذكرت طبعا في آيات كتير جدا في القرآن الكريم بس يا ترى بقى شكل المدينة المسيرة للجدل دي عامل إزاي مدينة كلها عبارة عن جبال رملية منحوطة على شكل أصور بطريقة جميلة جدا وغريبة في نفس الوقت وهناك في أصر من أشهر الأصور في المنطقة دي اسمه أصر البنت أصر البنت دي لو حضرتك دخلت جوه هتلاقي تأسيب الهندسي بتاعه وهتلاقي كمان فتحات موجودة جوه الأصر منحوطة بشكل غريب منها اللي عبارة عن قبور ومنها اللي عبارة عن غرف للمعيشة وفيه كمان نقوش مرسومة على الجبال أو القصور دي من برة لحد دلوقتي محدش قدر يفهم معناها أما بالنسبة لتاريخ البشر في المنطقة دي فأول ناس استوطنوا مدينة الحجر أو مدائن صالح كان قوم سمود ولما نزل عليهم العذاب وماتوا كلهم جب بعدهم قبيلة اسمها بنوا ليحاء أو الليحانين الليحانين بقى استوطنوا المدينة دي بعد قوم سمود وأقاموا فيها حضارة لمدة من الزمن لحد ما في القرن الأول قبل الميلاد جد قبيل اسمها الأنباط واللي هزمت الليحانين وخرجوهم من المنطقة بتاعتهم وأقاموا بدلهم فيها واستعمروا المكان وفضلوا الأنباط من سيطرين على المدينة لحد سنة 160 ميلاديا لما جم الرومان وهزموا الأنباط وخرجوهم من المدينة واحتلوا مكانهم من جديد وأغلب علماء الأثار بيقولوا أن كل النقوش والرسومات اللي موجودة على الجبال بترجع لحضارة الأنباط اللي بيعتبروا أكتر ناس استعمروا المدينة دي وعملوا فيها قبور لموتاهم وكمان خدوا مدينة البطراء عاصمة لدولتهم الصغيرة لكن الغريب في الموضوع أن رغم أن قبيلة الأنباط بتعتبر صاحبة أكبر حضارة في مدينة الحجر إلا أن المنطقة مستمدة شهرتها الكبيرة من قوم ثمود والأحداث الرهيبة اللي حصلت فيها عاوز أقولك بقى أن مدائن صالح دلوقتي بتعتبر من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية وبتيجي ناس كتير وسياح من جميع أنحاء العالم علشان يشوفوا الحاجات الغريبة اللي موجودة في المدينة دي ده كمان منظمة اليونسكو اعتبرت أن مدائن صالح تراث عالمي أصبحت المدينة حاليا من المواقع التراثية واللي بيجي لها السياح من كل أنحاء العالم علشان يشوفوها ويستكشفوا الغرائب اللي موجودة بواها لكن هل من الصحة تبار المنطقة دي منطقة سياحية وناس تدخلها كسياحة؟ زي ما قلت لكم الموضوع مختلف في علماء بيقولوا أن المنطقة دي هي منطقة الحجر واللي النبي نهان عن الوجود فيها وعلماء تاني بيقولوا لا المنطقة دي مش منطقة الحجر وإن الأثار اللي موجودة فيها تبع للأنباط وإن مدينة الحجر موجودة في مكان تاني بس كده ده كان موضوعنا النهاردة عن مدائن صالح واللي زي ما قلت لكم عليها خلاف كتير بين العلماء شاركونا برأيكم حولين الموضوع ده في الكومنتات تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد